أول شيء نهنقه على هاد المنصب اللي هو منصب يعني راح يفتح له بوابة نحو الكاف نظن أنه وليد سادي اليوم ما نقولك ما يهموش هاد البوست ما يهمو بوكو بلوس هاد بوابة باش يفتح له يدخل الكاف قبل ما يكون وليد سادي كانوا أعضاء جزائريين وين كنت أنا في المنتخب الوطني كانوا أعضاء كانوا حوالي واحد ست أعضاء ينتهمي وصح ما عندهمش لنفس المركز اللي راه هو وليد سادي نظن أنه إن شاء الله يستغل هاد الفرصة ويتقرب أكتر للرؤساء للأتحاد هذا الشمال إفريقيا باش يكون عنده في القريب العاجل إن شاء الله منصب في الكاف وهذاك هو الأهم إن شاء الله ويخطو خطوة لحاجنا برابا وإن شاء الله نعود ونقوله في الساحة الإفريقية لأنه لازم يكون عندنا عضو أو عضوين في الكاف نعارف ووش صررنا في كأس إفريقيا ووش راح يصررنا نظن لازم ضروري أنه يكون هكذا أعضاء نتمنى إن شاء الله البداية إن شاء الله البداية لعدة نجاحات إن شاء الله لوليد سادي وباقي المشوى إن شاء الله بالفعل إحنا كنا نتكلمنا في عدة حصص تلفزيونية وعدة هكذا من هذا المنبر أيضا نتكلمنا أنه يلزم الآن الجزائرين لازم نتحده ونلقى الحلول يعني كل واحد من حقه ينتقد بصرح لازم نفنسيه ونقعدوش نتكلمه على الماضي ونتكلمه نظن أنه وليد سادي رغم أنه من شغل حاليا بقضية المدرب المنتخب الوطني وعدة قضايا أخرى هذا شي ما سمح له أيضا مشير الشري اللي عرق له وإلى باسيون أكسيون كما نقوله ودار هدف من أهداف لسطرهم ونظن هذه خطوات تحت تحسب إليه إن شاء الله يحق كل أهداف لسطرها حتى لو يحق 80% فهذه العهدة وإن شاء الله يعود كان في العهدة الأخرى إن شاء الله يكمل يتحقق كل نتائج زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر